حين يرى طبيب الولادة الهندي أومباركاش طفلاً حديث الولادة يقل وزنه عن الحد الأدنى المقبول يدرك أن عليه أن يتصرف بسرعة تجنباً لوقوع مأساة ويقول هذا الطبيب العامل في أحد مستشفيات ولاية بيهار الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية قد يموتون في الساعات أو الأيام الأولى على ولادتهم ليس لديهم ثقافة عن موضوع سوء التغذية إذن العوامل ليست فقط طبية إنها أيضاً اجتماعية تعليمية وسياسية ويشير تقرير Global Nutrition Report عن العام 2015 إلى أن معدلات سوء التغذية إلى انحصار في الهند لكن أكثر من أربعين مليون طفل لا يزالون يعانون من سوء تغذية تؤخر نموهم تدرك زلمون خاتون الأخطار التي تواجه حفيدها شهادات حسين البالغ أربع سنوات فهذا الطفل يزن ثمانية كيلوغرامات أي نصف ما ينبغي أن يكون عليه وزن طفل في عمره كان وزنه طبيعياً حتى بلغ سنتين حين بدأ يعاني من مشاكل معوية حادة لقد تلقى علاجاً على مدى تسعة أشهر ثم بعد ذلك أصيب بالحمى وبدأ وزنه ينقص تبذل في الهند جهود لمكافحة سوء التغذية لكن الزيادة السريعة في عدد السكان الذي يتوقع أن يجاوز عدد سكان الصين في العام 2022 تعقد هذه الشهود